نروح كمان أبو ظابي على مدار الحلقة في أكتر من المناسبة ونطمن حضراتكم على آخر أخبار الفرقة في تاني أيام التدريب بتاعتها طيب بالمناسبة النهاردة ونحن نتكلم على الأهلي خليني أقولكم بس قبل أن نروح للمنتخب أنه في وفد من الفيفا النهاردة يظهر بعثة النادي الأهلي تعرفين أنه النسخة اللي فاتت يمكن كان حصل تقليد هو الأول من نوعه لنادي مصري أنه الفيفا طلب تيشرت النادي الأهلي عشان يحطها في متحف الفيفا الموجود في السويسر والتيشرت دي وقع عليها كابتن محمود الخطيب وإحنا أمكن في السادسة كنا تشرفنا بمقابلة رئيس المتحف متحف الفيفا في السويسر وخدنا وعرض لنا جولة كده جوة المتحف شوفنا أبرز المقتنعات وشوفنا تيشرت النادي الأهلي عرضنا لحضراتكم هنا في السادسة على شاشة الأهلي تيشرت النادي الأهلي وهي موجودة في مكانها طبعا في المتحف الفيفا لكن كمان النسخة دي من كاس العالم للأندية دي تيشرت الأهلي اللي خدها مسؤول الفيفا في النسخة دي من كاس العالم وطالب فيها الفيفا أن يكون عليها أو مسؤولين الفيفا يعني يكون عليها توقيع كل اللعبين وده اللي حصل بالفعل وتبقى تاني تيشرت للنادي الأهلي موجودة في متحف الفيفا في السويسرا